فكرة إن كابتن محمود الخطيب موجود في المدرجات وبيشجعكم وبيدعمكم إيه نعكاسب التفصيلة دي؟ يعني دي حاجة خوفتكم أكتر ولا حاجة طمينتكم ولا حاجة وطرتكم ولا حاجة ريحتكم حصل إيه؟ بالعكس حاجة ديتنا دائفة إن إحنا لأ إحنا لازم نعمل ماتش جامد لأن لازم نشرفه يعني إنه هو موجود في الصلاة فطبعا حاجة ديتنا كش يعني مش بالعكس يعني ما تقول إيه أكيد وطرنا سنة بس هي حاجة ديتنا كش كوية قوي يعني وانت يا أمين أول لقطة خدتي بالك من خلالها من وجود كابتن محمود الخطيب اللي هو كنت بقى كابتن محمود الخطيب بقى اللي هو كنت عايزة موت نفسي في الملعب إنه دين بقى إن إحنا قدامه يعني جامدي لأ ما سمعته أنتو شرفتوه فعل وفرحتوه فرحتوه فرحتوه كل الأهلوية سواء كان يعني داخل إطار النادي أو حتى على صعيد المشجعين الفترة الجاية إن شاء الله بتستعدوا لإيه دي عندنا منطقة ثلاثة البعض الجاي وفضل لنا ماتين جايين ونخلص الدوري وبعد كده بقى في مجمعتين إن شاء الله من أول لربع هنلاعب بعض وهنحدد بقى من إن شاء الله بطلت 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 بس أنتو كمان كان فيه لقاء تاني مركز مع كابتن محمود الخطيب قال لكم من خلاله على حد علمنا إن الكاز ده كما هي عادة النادي الأهلي بطولة افت الصفحة وابتح تقلقوا نفس الكلام حفكح ما خدناش أجازة غريوم واحد بس وبعدين نزلنا التمرين وبعدين بعضيها كان عندنا مطش خلاص خلاص يعني نفس المبدأ فعلا كل الفرق الرياضية في النادي الأهلي ماشي عليه أي أن كان حجم الانتصار ما بنلحقش نفرح أول إن فيه انتصار تاني إحنا بصدد وفترة هو يوم وخلاص